نزعت الرحمة من قلب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلم يكتفي بقتل السكان المدنيين ليلا ونهارا بل استهدف من نجا ويحتاج إلى علاج في المستشفيات أو النازحين الذين احتموا ما بين جدرانها حتى خرجت المستشفيات عن الخدمة تماما تأتي مستشفى الشفاء في مقدمة المستشفيات التي تستهدفها القوات الإسرائيلية بشكل مستمر مع فرض أحزمة نارية على محيطها تعرض هذا المستشفى إلى قصف بالمدفعية الإسرائيلية وبلقاء قنابل الفصفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وأيضا على مخيم الشاطئ رغم أنه يأوي آلاف النازحين إلى جانب الجرحة والمرضى والطواقم الطبية أو الصحفية المستشفى الإندونيسي لم يكن بعيدا عن الهجمات الإسرائيلية التي أصبحت أكثر عنفا بالأيام الماضية فقد استهدف الاحتلال بوابة المستشفى ما تسبب في وقوع عدد من الشهداء والمصابين في مشهد مأساوي آخر حيث لم ينجح رجال الطاقم الطبي في إنقاذ المصابين خاصة مع انتشار القناصة في الأماكن المجاورة لهذا المستشفى مستشفى الرينتيسي أيضا كان هدفا لنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تم قصفه وسقط المصابون والضحايا خاصة من الطواقم الطبية أضير مبنى المستشفى والسيارات الموظفين والإسعاف والخاصة بمرضى السرطان الصليب الأحمر الدولي حضر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب يواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته وقد وصل إلى نقطة اللعودة ما يعرض حياة الألاف من الجرحة والمرضى والنازحين أيضا إلى المخاطر الصحة الفلسطينية أكدت أن انتهاكات الإسرائيليين بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 فرضا من الكوادر الصحية مع تدمير 53 سيارات إسعاف كمان الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و 47 مركزا صحيا للرعاية الأولية أخرجهم تماما عن الخدمة منظمة الصحة العالمية أكدت أن 27 ألف جريحا في غزة إصابات بهم تهدد حياتهم 70% من القتلة في غزة من السيدات والأطفال نتيجة للقصف الإسرائيلي للقطاع الصحي بشكل مباشر مع خروج نصف مستشفيات القطاع عن الخدمة ورغم ذلك يواصل القطاع الصحي عمله في أصعب الظروف مخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هي سمة عدوان جيش الاحتلال الحالي فبلا إنسانية ضمر القطاع الصحي لدعم سياسة الإبادة الجماعية ولزيادة أعداد الضحايا ترجمة نانسي قنقر